بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمة وحمداً يكافئ مزيدة أحمدك ربي بمجامع الحمد كلها سائلاً إياك يا مولانا أن تجعل صمتنا فكراً ونطقنا ذكراً فأنت تعبد بالفكر كما تعبد بالذكر يا الله اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما أجمل ونحن نودع شهر رمضان نودع شهر البركات والخيرات ما أجمل أن نثبت على الطاعة أن نعلم أن رب رمضان هو رب بقية الشهور هو رب العام كله فنثبت ونستقيم ونعبد ربنا جل وعلا ونقيم الليل ونقرأ القرآن ونصوم النوافل ونتخلق بالأخلاق الطيبة ونخرج من شهر رمضان بتربية بدربة على التقوى هذه الجائزة التي قال فيها مولانا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أين نحن من التقوى أين نحن من العمل بعد رمضان والسبات على الطاعة والسبات على ما يرضي الله تعالى إذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاسبت أثبت على الطاعة أثبت على الاستقامة استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن إن المؤمنين لا يعرفون إلا طريق الاستقامة إنما غير المؤمنين ربما تراهم على عوجاج قال الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم يا أهل الإيمان يا أهل الطاعة أثبتوا على الطاعة والعبادة يقول مولانا جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ليس أحد يتحسر يوم القيامة إلا أهل الإيمان يا ليتنزددت من الصلوات من الصيام من قراءة القرآن من قضاء حوائج الناس إلى غير ذلك من هذه الأعمال الطيبة التي ينبغي أن نكون عليها ونحن في شهر رمضان ونودع شهر رمضان ينبغي أن نعيش بهذه الأعمال الطيبة التي كنا عليها نقرأ القرآن نستحضر هذه الروح نقرأ القرآن في كل أوقاتنا وأحوالنا نجعل لنا وردا من القرآن الكريم في غير رمضان نجعل لنا من قيام الليل نصيبا نتخلق بالأخلاق الطيبة إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم فهذا يحفز هممنا إلى أن نكون أصحاب خلق طيب أصحاب سمت صالح أصحاب أخلاق طيبة مع الناس مع أنفسنا صادقين مع أنفسنا صادقين مع غيرنا صادقين مع ربنا سبحانه وتعالى بلسان الصدق وقدم الصدق ومخرج الصدق ومدخل الصدق كما قال مولانا جل وعلا في القرآن الكريم مشاهدي الكرام إن الثبات على الطاعة إن الاستقامة خلق الصالحين خلق المؤمنين وصدق الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بفضله جل في علاه والسلام عليكم ورحمة الله